السلام عليكم فقرة الزكريات وأنا ببحث في الكراكيب أو الخردة لقيت أول جهاز PC عندي واللي كان أسري ولقيت عدة حاجات قديمة يلا نتعرف عليها في البداية بطلب منكم أنكم تفعلوا جرس التنبيهات وتعملوا اشتراك في القناة من حوالي 20 سنة أقدم لكم الجهاز الأسر بتاعي واللي أعتقد أنه كان أول جهاز أمتلكه في الوقت ده ما كنتش مهتم من الناشر أو من المطور أو اللعبة بمحرك A وشغالة بكانفريم كنت بلعب على البي سي حاجات قديمة جدا زي Alone in the Dark ودوم وصيف وهاف لايف وكوماندوس وتوم ريدر وبلايد اوف داركنس ورون ولعب كتير قديمة زي Legacy of Cain Middle of Honor وأول جزء من GTA وكنت بلعب على الشاشة دي كان اسمها العصفورة أو البطيخة أظن كانت تقريبا عشرة أو 12 بوصة معرفش إزاي لحد دلوقتي محتفظ بيها جايز علشان هي اللي أسستني أنا كان عندي هارد 4 جيجا جايز محدش يصدق الحاجات دي لكن فعلا كان 4 جيجا وكان عندي أخوه 6 جيجا دي أيام البساطة فعلا دلوقتي أي فيلم 3 دي هياخد مساحة الهارد كلها وبعدها جبت الهارد 40 جيجا وكنت في غاية السعادة بس أظن أنه باز ورميته وبعدها جبت الـ 80 طبعا في وقتها ما كانش فيه هارد أزرق أو أخضر أو أحمر والبنافسجي والألوان العجيبة دي اللي تعاملت لحلب الفلوس كانت أيام فعلا أصلي مساحة 4 جيجا في وقتها كانت تعتبر حاجة خرافية دوم في 93 كانت حجمها في حدود العشرين ميجا خصوصا أن معظم الألعاب القديمة كانت بتنزل على الدوس بس زي برضو إلدر سترولز 2 كان حجمها في حدود الخمسين ميجا تقريبا ولعبت بلد لحد دلوقتي فاكر أنه بيمسك الدناميت ويرميه على الأعداء كانت لعبة روعة أنا فاكر الحاجات دي زي ما تكون مبارح وكنت بخاف جدا من اللعبة دي خصوصا لما بيصحى من القبر وألعاب تانية كتيرة لعبتها زي دوك نيكام أو شادو ووريور الكلاسيكية كان عندي برضو كارت اي تي اي طبعا قبل ما يكون فيه حاجة اسمها اي ام دي كان 64 ميجا كان لونه أحمر كان رقمه أظن 9000 أو 7000 للأسف أنا مش لاي الكارت ده شكله ترمى بس عندي الأستوانت التعريف بتاعته كان أظن تاني كارت أجيبه وشكله عامل زي كده أنا للأسف مش فاكر أرقام الكروت على قد ما أنا فاكر الزاكرة بتاعته ساعتها بقى لا كنا بنهتم بالتراف لوب ولا بالتراف زيفت كنا بنشتري الكارت وبنركبه وبنلعبه بس لا تقولي ارفع الجرافيك علشان الرفليمات تزيد ولا أي كلام من ده لكن أول كارت كان أظن نفيديا كنت بلعب عليه نت فور سبيت 2 كأول لعبة أجربها عليه للأسف القطع دي مش لقيها عندي بس أنا فاكر شكله كويس هو طريبا شكله زي كده وبنفس الحجم بعدها جبت كارت تاني نفيديا وكان 128 ميجا الكلام ده أظن في 2004 أنا فاكر أن لقبت عليه مافيا 1 وفار كراي لأول مرة وكنت منبهر بقوة الجرافيك وطبعا بعدها هاف لايف 2 العظيمة وكان عندي برضو رامات للأسف ضاعت كانت أظن 32 ميجا ثم بعدها لل 128 و 256 ميجا كان حجمها كبير بحجم كف الإيد مش عارف أنا ليلة حد دلوقتي محتفظ بالحاجات دي وأنا أصلا من النوع اللي بيحب يحتفظ بأي حاجة حتى لو ملهاش لازمة لأن الحاجات دي تعتبر تراث اللاعب وبدايته وأكيد بتفكره بذكريات فالحاجات دي قعدت عندي أظن على الأقل 20 سنة وكان عندي جهاز تاني بي سي الشاشة بتاعته ملزوقة بالكيسة لكن أعتقد أنه كان معقد وما كنتش بستخدمه أنا لقابت الألعاب دي على نظام دوس أو على ويندوس 98 و95 وبعدها على ويندوس مارينيوم كان نظام ويندوس عبقري والله وعدها الألفين ثم الأكس بي كانت أيام مشغف وصعوبة محترمة في الألعاب أكيد كانت أيام روعب جد لكن في اهتمام بالجرافيكس ولا فريمات أحلى أيام والله وحتى ما كانش فيه تعصب منصات زي دلوقتي يعني أنا أياما كان عندي بلاي ستيشن 1 ومش بلاقي حد متعصب يقول الجهاز ده أحلى لأن عليه ماريو 64 أو لأن البي اس 1 عليه كراش فأيام زمان الواحد كان بيلعب للمتعة والترفيه إنما دلوقتي الواحد بيلعب للاستمتاع بالرسوم أو علشان يفتخر بجهازه إنه بيشغل 4K ب120 فريم أنا كان نفس ألاقي بقية الحاجات القديمة دي لكن للأسف واضح إنها ترامت كان عندي برضو مجلة اسمها لغة العصر أنا فاكر إن أي عدد كان لازم أجيبه كان عندي عدد كتير قوي منها ما لقيتش منها إلا دي وكان بيجي معها برضو ألعاب لكن نسخ ديمو وأنا فاكر إن في مجلة اسمها مجلة ألعاب الكمبيوتر المجلة دي بتتكلم عن أي لعبة جديدة كانت عاملة بالضبط زي مواقع التواصل بتتكلم عن اللعبة وأسلوبها والأجهزة الجديدة أنا كان عندي منها اللعبة متل جير صوليد وفاينل فانتازي وريزدينت إيفل وصيلانت هيل وتيكن وكان فيه برضو لعبة راب اسمها باريسايت إيف والكلام ده كان في سنة 99 أو 2000 واللي أنا فاكره في المجلة دي إن الكاتب بيحب جدا كوجيما وإنه بيكتب في يوم ما هتلعب اللعبة مع أولادك والكلمة دي أكيد مؤثرة وبتأشعر البدن دي شوية صور جايبها من النت علشان الناس تعرف طبيعة المجلة لكن طبعا مع وجود الإنترنت وبعدها المنتديات فده قضى على المجلة دي والله كانت أيام حلوة جدا وأتمنى أنها هترجع وأنا بشكر العاملين على المجلة دي وقال لهم أنتوا أثرتوا بشكل كبير على توسع الصناعة في الوطن العربي المجلة دي ببساطة كانت اليوتيوب كانت بتعمل تغطية للمؤتمرات اسري وبتتكلم عن كل الألعاب الحاجات دي صنعت تاريخ وصنعت جيل لعبين محترم ده اللي أنا أحب أسميه العصر الزهبي لصناعة الألعاب فالألعاب في وقتها كانت ثورة فعلا أنا فاكر أجهزة صخر وذكرياتي مع باكمان وبومرمان وجريدياس بالرغم أن الحاجات دي تعتبر قديمة جدا لكن كانت بتتباع في مصر وكانها جديدة لأنها طبعا ما كانتش معروفة وتقريبا لحد دلوقتي بتتباع وبرضو أجهزة الأتاري ولعبة صيد الطيور بالمسدس ولعبت عليهم وأنا كان عندي حوالي خمس سنين والكلام ده أظن كان في 97 وكان عندي في وقتها نينتندو العائلة والبي اس 1 ونينتندو 64 وبعدها البي اس 2 وأعز جهازه على القلبي هو الدريم كاست الجهاز ده كان أسطوري لكن من بعد الجيل السادس والأجهزة ما بقتش ثورية زي زمان فأنا فاكر الحاجات دي بالرغم أني كنت ساعتها صغير في السن لكن الحمد لله زاكرت كويسة جدا في الحاجات دي أنا اللي مدايقني أن الحاجات دي للأسف واضح أنها ترمت ممكن أهلي اتبرع بيها للربوبيكيا أنا معرفش إزاي إحنا كنا بنلعب الحاجات دي وبننبهر بيها وبنقول عليها أنها واقعية أيام البراءة والغلب لكن عموما نرجع للجهاز الأسري أكيد الجهاز ده باين أنه خردة وأنا أصلا كنت ناس الحاجات دي لكن اللي فكرني بيها أني كنت بقل في حاجات القديمة وفجأة لقيت لعبة كوماندس واللعبة دي أصلا بحبها جدا كان لها ذكريات ممتازة معايا وجانب اللعبة دي لقيت الحاجات الأسرية زي الهارد والشاشة وتذكرت أني كوماندس نزلها ريمستر من حوالي شهرين فحبيت أني أجرب اللعبة من تاني وأسترجع الزكريات أنا بحب جدا لعبة كوماندس فيها تفكير ودماغ خصوصا أني زمان ما كانش فيه يوتيوب يحللك الصعبات يعني أنا أتذكر أني لعبة كوماندس كانت صعبة جدا ومراحلها متصممة بطريقة معقدة وبصراحة لحد دلوقتي هي صعبة وأنك لازم تدرس كل تحركاتك وتحركات الأعداء علشان ما حدش إكشفك كانت صعبة بغباء وبتحتك تخطيط محترم فهي مش من نوعية الألعاب اللي مراحلها تخلص فيه 10 دقايق بالعكس فاللعبة استراتيجية محترمة جدا بدأخذ وقت طويل من التفكير بكل استراتيجية ومعاك في كل مرحلة عدة شخصيات بتتميز بقدرات معجنة زي تفكيك اللغم أو تسلق على الأسلاك أو الشخص صاحب العضلات كان شخصية مميزة فتقدر تتحكم بكل شخصية وتديها مهام معينة وكل مرحلة بتختلف من حيث شخصياتها على حسب طبيعة المرحلة نفسها لعبة عظيمة فعلا بتعلم حاجات كتيرة زي الصبر والتعاون والتفكير وإن لعبة تقدم ده من حوالي 20 سنة فكان حاجة عبقرية وأعتقد إنها أول لعبة قدمت نظام اللعب كان نظام ستيلس وتاكتكس فكل عدو له نظرات وتحركات معينة ولازم تستدرجه وتقتله من غير ما زميله يلاحظه اللعبة دي ماينفعش تغلط فيها وكان فيه لعبة جديدة برضو اسمها شادو تاكتكس واللي استلهمت منها الأفكار دي كلها لكن لعبة كوماندوس كانت سابق عصرها فعلا أنا ما لقيتش السلسلة كلها لقيت السلسلة الأولى وأعتقد إن الجزء التاني هو أفضلهم والريمستر اتعمل الجزء التاني بس ولكن مع ذلك فاللعبة قابلة للعب لحد دلوقتي يعني أنا بصراحة شايف إن الميكانيكيات فيها لا تزال قابلة للعب وكمان ممتعة خصوصا إن كان فيه شخصية اسمه سبوكي ممكن تخليه يلبس هدوم الجنرال وده مش هيخليها تتكشف وهتتحرك براحتها واللي برضو هيتمان استلهمت دا منها هيتمان تعتبر أخذت عناصر كتيرة من كوماندوس حكاية إنك تدس منوم فهي كوماندوس أول من قدمها فلعبة كوماندوس عظيمة فعلا وكمان ممكن تؤمر الجنود بإنهم يروحوا أماكن معينة الأفكار اللي قدمتها لحد دلوقتي ألعاب كتيرة بتستلهم دا منها خصوصا مع تنوع البيئات والمراحل والميكانيكس للأسف اللعبين الجداد ما حدروش عظمة لعبة كوماندوس لعبة زكية جدا كأنك بتلعب شاترانج وما ينفعش تعتمد على شخص واحد اللعبة معتمدة على كل الشخصيات وإنك تدرس المرحلة بشكل كويس وكمان اللعبة محتاجة تفرغ وأعتقد إنها مناسبة في الأوضاع دي في النهاية أنا عشت الحاجات دي زي ما تكون مبارح وبحتفظ بيها سواء في زاكرتي أو كاخوردة عندي وطبعا بشكر أهلي على إنهم كانوا الفضل في دا عموما لو فكرت الزكريات عجبتكم ياريت تقوليلي في الكومنت لإن عندي في البيت حاجات كتير أسرية ممكن أتكلم عنها بشكركم على المشاهدة وأتمنى أنكم تعملوا اشتراك للقناة وتفعيل زرار الجرس وأتمنى أنكم تتابعوا صفحاتي على الإنستجران وتويتر والفيسبوك كان معكم أحمد السوري see you next time